كلف مليار ومية وثمانين من كان الدولار بـ 1180 يعني كلف مليون دولار بالضبط مسبح مسبح تشينكو وبلوك كلف مليون مسبح تشينكو كلف مليون دولار؟ مليون دولار بس إنشاءة بس الإنشاءة من غير الأرض الأرض اللي راحت تسوالها 6 مليارات تقريباً لا 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 أهنا توقف لي لا أوقف لي شباب، أريد أن أرى المسبح هذا اللي مكلف مليون دولار الأساس مالي، الشغل مالي، أريد أن أرى الصور يمك إذا تلاحظ هذا؟ أبلوك هذا؟ كلف مليون دولار؟ هذا مليون دولار نعم تحكي صدق رائدتك؟ يوالله توياريتها إسا لو مشتغلها إسا مو مشكلة اليوم إشتغل شوية كان طلع لي إيراد هذا طبعاً صار لهم خمس سنوات يعلنون عنه وما يجي أي متعهد يأخذه لأنه يأخذه يخسر طبعاً بالمناسبة أستاذ هذا أطلق عليه ليس مسبح، لا نظلم ذا نقول عليه مسبح أنا هذا سميته طشت وحتى الطشت أنا همضى المي لأنه الطشت تقدر تستفاد من عنده تجيب لك طاسة ومي وتسبح به بس هذا ما تقدر تسبح به هذا يهدر المي، إذا تحط له مي ثاني يوم تلقاه داخل بالشقوق اللي موجودة في المسبح لأنه مثل ما تشوف أستاذ الأساس ما التصاير من البلوك هو لحظة لحظة هو أنا أريد أسأل سؤال هسا أنا يعني أكو مثل أنا دائماً أقول لو أستشهد بي أقول طليان ما ماكلين بعرور ما شايفين زين وين أكو مسبح يساووا ببلوك غير خرسانات غير حتى لا يصير نزيز غير صبات جو القاع لوني غلطان رائد ما غلطان لا أستاذ شوفوا يعني أه هيئة النزاهة طبعاً أتمنى تعرض لنا تقرير هيئة النزاهة أه؟ أستاذ قاحطان شكوشي أسولفة قل لي أريد دليلة كان اليوم ما جايك فيه جايك في تقرير هيئة النزاهة